أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثير يسمع آيات الله فتلا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيب من ورائهم جهنم ولا يؤمي عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتقضوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من لجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من قضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بجنات من الأمر فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتقذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ظشاوة فمن يهديه من بعض الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا من نوت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ما ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بنستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ماصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العويم